وعلى صاحب الاستقامة أن يلتزم بالاستغفار صاحب مقام الاستقامة عليه أن يلتزم بالاستغفار لما بقي فيه من أثر الكبائر أنت انتقلت نعم من مقام التوبة إلى مقام الاستقامة الكبائر لها أثار في القلوب وفي النفوس هذه الأثار يؤتى عليها بالاستغفار في مقام الاستقامة وذلك إخوانا دائما الإنسان إذا عاش فترة على ذنب أو على أمر مخالف فليعلم يقينا أنه حتى لو عاد وتاب يحتاج إلى فترة لكي يستقيم ولكي يتخلص من أثار هذا الأمر وأنا ذكرت في حلقات ماضية الإنسان إذا تعود على شيء سنتعود على عادة شرب السجائر المحرمة شرعا ثم ترك هذا هذه العادة هل بمجرد تركه لهذه العادة تصف يصف الجسد من أثارها؟ سيتبقى الجسد فترة طويلة وهو يتخلص من أثار هذه الأثار لو اعتاد الإنسان على عادة معينة في استقاضه في منامه في حركاته في أكله في شربه ستبقى أثار اليوم إذا تركت التخمة وكثرة الأكل تتعود على عادة قلة الأكلة ليس في يوم وليل لذلك إخواني الإنسان على الدوام ينتبه إلى أثار هذه المعاصي وإن كان قد ترك المعصية وتاب وعاد إلى الله تبارك وتعالى فهو بحاجة إلى مزيد من الاستغفار لمحو آثار هذه المعصية من قلبه اشتركوا في القناة